السلام عليكم غارات مكثفة وضربات نوعية تمت يوم أمس وليلة يوم أمس تحديداً ضد الميليشيات الموالية لإيران وهي تمت في الداخل السوري وطبعاً هذه أمامكم الآن هي الأراضي السورية والهدف كان هو حقيقةً قاعدة تيفور الجوية التي ترونها هنا وكذلك تدمر والمرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن الأهداف اللي انضربت واللي صارت الغارات عليها هي قاعدة تيفور الجوية نفسها بالإضافة إلى أن المناطق اللي هي بين تدمر وقاعدة تيفور هي كانت الهدف الأساسي ليش لأنه هذه هي مليئة بالميليشيات الموالية لإيران ومقرات الميليشيات وهناك أصلاً قاعدة لتدريب الفصائل الموالية لإيران على الطائرات المسيرة هي التي استهدفت وكذلك المقرات التابعة لهم اتفجرت ودمرت ثلاثة من هذه المقرات أربعة من هذه الميليشيات الموالية لإيران قتلوا وجنسياتهم أصلاً سوريا وهم تابعين إلى حزب الله اللبناني بشكل مباشر وحتى السبعة من هذه الميليشيات أيضاً أصيبوا بإصابات بالغة وخطيرة للغاية بالإضافة إلى ذلك أنه تم تدمير أيضاً حقيقة برج للاتصالات موجود أيضاً ضربة ويبدو بأن هذا برج الاتصالات هو أول هدف كان بالنسبة لهذه الضربات كون أنه يضربون برج الاتصالات يعزلون المنطقة ويقومون بهذه الضربات المكثفة حتى تنقطع الاتصالات عن المنطقة وبالتالي لا يتم تناقل المعلومات وشنو اللي دي يصير ومن ينده تيجي هذه الضربات بالضبط وطبعاً هذه المنطقة قاعدة تيفور الجوية هذه ليست أول مرة يتم استهدافها بل هذه ثاني مرة يعني حقيقة يوم الجمعة الماضية كان هناك أيضاً استهداف لهذه القاعدة بشكل مباشر واثنين من الميليشيات الموالية لإيران أيضاً قتلوا ولكن جنسياتهم لم تكن سورية ما حد قد يحدد جنسياتهم قد يكونون عراقيين قد يكونون لبنانيين لا أحد يعرف ولكن أيضاً أحد الجنود السوريين اللي هو كان يعني يقود عمليات الدفاع ضد الصواريخ حقيقة التي كانت تقوم باستهداف قاعدة تيفور أيضاً قتل في هذه الهجمات والآن طبعاً السؤال الأهم الذي يطرح من أين تأتي هذه الغارات طبعاً هناك قصص كثيرة حول هذا الموضوع ولكن كل المصادر أكدت بأن الضربات هي تأتي من هذه النقطة التي هي تمثل قاعدة التنفو اللي هي المفروض طبعاً السيطرة عليها الولايات المتحدة الأمريكية الاتهامات من قبل نظام بشار الأسد نظام السوري قال بأن هذه الضربات هي ضربات إسرائيلية بحتة وشون سووها الإسرائيليين في ظل أن هذه قاعدة أمريكية قالوا بأنها جاءت هذه الطائرات بشكل مباشر عبر الأراضي الأردنية ودخلت طبعاً فوق قاعدة التنفو مباشرة قامت بهذه الاستهدافات اللي تريدها بهذا الشكل وطبعاً هي ضربات غامضة والغموض عادة هو يأتي إلى إسرائيل أصبح هذا الأمر معروفاً وليات المتحدة الأمريكية في طبيعتها تعلن عن الهجمات مالتها وبالتالي عادت من جديد إلى مسارها وكذلك هذا يرشح إلى سيناريو آخر أنه قد يكونوا فعلاً الإسرائيليين الآن موجودين في قاعدة التنف ويقودون كل هذه حقيقة العمليات ولكن أيضاً يجب أن لا ننسى مثل ما قلنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية هذه القاعدة هي قاعدتهم وهنا تأتي النقطة الأساسية بأن قاعدة التنف الآن فعلت في الفترة الأخيرة تضرب البوكمال تضرب الحدود العراقية السورية وكذلك هذه الضربات التي نرى وهناك معلومة مثيرة للغاية جاءت من حقيقة واحد من أهم الأطراف العسكرية الكبيرة مسؤول عسكري كبير مهم لم يذكر اسمه إلى رويتر صرح على طبيعة الهجوم التي صار البارحة والهجمات المكثفة وبرروا قال ليش قاعدة تيفور الجوية هي أصلاً تيهاجموها هذه هي قاعدة تيفور الجوية التي تستهدف الآن إنه شنو السبب اللي تتصير بها الضربات وهذه قد تعطينا فرصة لمعرفة من الطرف بالضبط وقد تكون ولايات المتحدة الأمريكية هي خلف هذا الهجوم شوف شنو اللي قال هذا المصدر العسكرية الكبيرة الضربات أصابت من بين أهداف أخرى قاعدة تيفور الجوية وهو المكان الذي شنت منه الفصائل المدعومة من إيران ضربات بطائرات مسيرة في الأشهر الأخيرة ضد قواعد أمريكية في شمال سوريا يعني القواعد اللي هي موجودة شرق نهر الفرات طبعاً هذه النقاط هي موجودة في الداخل السوري وهذه هي الحدود العراقية السورية تقريباً هذه البوكمال والميادين وكذلك دير الزور وهنا الحديث عن هذه القواعد اللي هي قاعدة حقل العمر النفطي وقاعدة كونيكو اللي مسيطر عليها التحالف الدولي واللي صار بها استهدافات الاستهدافات كانت في الداخل العراقي وفي الداخل السوري فالحديث أن قاعدة تيفور اجدت منها طائرات هذه طبعاً تدمر التي تحدثنا عنها أن الطائرات المسيرة اجدت وضربت بشكل مباشر في الفترة الأخيرة من هذه النقطة هي لم تأتي من أي نقطة أخرى وطبعاً هذه المسافة يعني تتراوح من 260 إلى 280 كيلومتر وهذا يعطي صورة واضحة بأن الطائرات المسيرة المفخخة التي تمتركها الميليشيات حتى لو الرينج مالتها والمدى مالتها يوصل إلى 500 كيلومتر هي تقدر أن تصل وأن تضرب بكل نجاح وشهدنا هذه الهجمات كثيراً بالصواريخ وبالطائرات المسيرة وهذا ما يعطي صورة بأن الولايات المتحدة الأمريكية من مصلحتها أن تضرب هذه المنطقة وأن توقف هذه الهجمات بالطائرات المسيرة بأن تكون مباشرة إلى هذه القواعد فبالتالي هذه قد تعطي فرصة أن نعرف أنه قد يكونوا للأمريكان خلف هذا الرجوم لكن كل المصادر تذهب إلى أن إسرائيل هي التي تقوم بهذه العمليات بهذا الشكل هناك أيضاً نقطة يجب أن ننتبه إليها في هذا الأمر أنه بعد الضربات التي صارت البارحة شغلة صارت لأول مرة من الميليشيات الموالية لإيران صدروا بيان منزعجين تماماً من طبيعة الضربات التي صارت البارحة والجمعة الماضية وغيرها من تكثيف الهجمات التي صارت على مستوى الميادين وصدروا هذا البيان وأطلقوا على نفسهم غرفة عمليات حلفاء سوريا أنه يساعدون النظام السوري في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي وتأكدت رويترز من صحة هذا البيان وأكدت نعم أن هذا البيان دقيق ودقيق للغاية وبالتالي نحن نتوقع رداً قادماً من الميليشيات الموالية لإيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى ضد إسرائيل تهمهم اثنينهم بأنهم متعاونين بهذه العملية لذلك الأهداف ممكن أن تكون يعني يجب أن نرى إلى عدد من الأهداف يعني ممكن قاعدة حقل العمر النفطي قد يكون هو الهدف خاصة كانت هناك أنباء مؤخراً من المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن هناك ميليشيات عراقية دخلت من العراق إلى الداخل السوري وتمركزت في منطقة اسمها مزارعين علي اللي هي جنوب غرب الميادين وكذلك هم موجودين بالمزارع عندهم منصات صاروخية الميادين تبعد عبارة عن 8 كم فقط بصواريخ طبيعية بسيطة يقدرون يستهدفون هذه القاعدة ولكن بما أنه يقولون أنه نحن دريد الرد فهذا ممكن أن يرشح بأن قاعدة التنف نفسها ممكن هي التي تكون الهدف بالنسبة لهذه الميليشيات وعندما نرى التنف هي موجودة بهذا المثلث الحدودي بين طبعاً سوريا والعراق والأردن وهذا يرشح أنه قد يضربوها من العراق من الحدود العراقية ليس هناك شيء مستغرباً إذا ما جاءت طائرة مسيرة بأي شكل من الأشكال وطبعاً هذه القضية يجب أن ننتبه أيضاً إليها يعني هناك أمراً مهماً في هذا الموضوع يعني يجب أن ننتبه إلى قضية مهمة جداً مشاهدين الكرام إذن يعني الآن لا أعرف هناك أمراً يردني الآن ننتقل إلى المتحدث باسم الحكومة العراقية الآن إلى مؤتمر صحفي فلننتقل الآن ونشاهد إذن مشاهدين الكرام كانت هذه كلمة للمتحدث باسم الحكومة العراقية تحدث عن عدد من القرارات المهمة المتعلقة طبعاً في عدد من القضايا المصيرية بالتأكيد بالنسبة للعراق ومستقبل العراق الآن نعود إلى موضوعنا لهذا اليوم بطبيعة القصف اللي صار يوم أمس على سوريا هذا طبعاً استفز الميليشيات الموالية لإيران بشكل كبير الضربات كانت مؤثرة للغاية إلى درجة أنه لأول مرة نشوفهم يصدرون بيان متعلق بالرد على هذه الضربات واعتبره هو عدوان إسرائيلي أمريكي وأنهم لازم يردون عليك وتعاون بين الطرفين وسموا نفسهم غرفة عمليات حلفاء سوريا وتأكدت طبعاً رويترز من هذه التفاصيل كاملة ومن هذا البيان اللي النشر وأكدت فعلاً بأن هذا البيان دقيق ودقيق للغاية وبالتالي لازم نتوقع بأن يكون هناك رداً من هذه الميليشيات في أي لحظة من اللحظات وهنا النقطة المهمة أنه وين ممكن أن يصير الرد إذا ما القينا نظر على طبيعة هذه المناطق الموجودة طبعاً في سوريا هنا الحدود العراقية السورية هذه هي الميادين التي ترونها حقل العمر النفطي ممكن أن يكون هو هدفاً خاصةً وأن المرصد السوري الحقوق الإنسان أكد في أكثر من تقرير مؤخراً أن هناك تجيشاً من الميليشيات العراقية في هذه المنطقة وآخرها قبل يوم في منطقة اسمها مزار عين علي هي تقع تقريباً جنوب غرب الميادين بالإضافة إلى ذلك أيضاً بالمزارع هم وعدهم أصلاً منصات للصواريخ استهدفت في الفترة أيضاً الماضية بالإضافة إلى ذلك أن هذه المنطقة يعني كلها تبعد عن شرق الفرات شرق نهر الفرات 8 كيلومتر وبالتالي هذا يرشح ضربات بالصواريخ ضربات بالطائرات المسيرة ممكن كل شيء أن يصير بهذه الهجمات بالإضافة إلى ذلك أنه هدف الآخر بما أنهما يتكلمون عن رد بالنسبة للميليشيات فهذا يرشح بأن يكون الرد على قاعدة التنف التي قامت بهذه العمليات ومتهمة بأن كل الضربات صارت من عدها ممكن جداً أن تكون هي الهدف خاصة هي تبعد 21.8 كيلومتر عن الحدود العراقية وهذا يرشح قد تكون الهجمة قادمة من العراق بالطائرات المسيرة ليس بالضرورة أن تأتي من الداخل السوري وخاصة هي على مثلث حدودي مهم جداً اللي هو طبعاً بين سوريا والعراق والأردن فمرشح العراق أن يدخل في هذه القضية وقد يرشح أيضاً هجمات في الداخل العراقي في ظل ظروف الانتخابات الصعبة اللي دا تصير واعتراض بعض الأطراف التي هي ترعى الفصائل الموالية لإيران ممكن جداً أن نرى تصعيداً هائلاً جداً إذا ما تغيرت الظروف بالنسبة لها الانتخابات ونتائجها المربكة بالنسبة لهم هذا كل هذا تصير في ظل أيضاً تحرك ضد إيران دا يصير من الولايات المتحدة الأمريكية باللقاء اللي صار بين وزيري الخارجية الأمريكي وكذلك وزير الخارجية الإسرائيلي التقوا بشكل واضح وبين التفاصيل على الواشنطن بوست وعلى القارديان أن الأمريكان الآن مفتحين أكثر إلى الخطة البديلة خطة باء بلان بي هم ديريدون ينظرون إلىها بشكل أكبر كما أنه مثل ما نعرف في السابق يبحثون عن الديمقراطية يبحثون أنه هذه بلان بي خليها على صفحة مرية نشتغل عليها ولكن مع تأخير المفاوضات النووية ديريدون يذهبون إلى البلان بي وحتى روبيرت مالي المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية في إيران الآن هذا الرجل هو متوجه إلى الإمارات ومتوجه إلى قطر وإلى السعودية من أجل إبلاغهم بطبيعة الإجراءات التي سيتخذوها في هذه البلان بي المرتقبة ولكن في نفس الوقت الرجل يعني هو يبحث على تقريب وجهات النظر بحسب النيوزويك على عكس طبيعة سياسة ترامب اللي اتباعها بالشرق الأوسط روبيرت مالي هو يريد من إيران ويريد من البلدان العربية السعودية والإمارات وقطر أن تقترب مع إيران وأن تكون هناك حوارات مستمرة لن يعتقدون أنه هذه رح تحل الكثير من المشاكل بالنسبة للمنطقة فبالتالي هناك ترقب كبير على طبيعة ما ممكن أن يحدث من رد الميليشيات كيف سينعكس على المفاوضات النووية هل هذه البيانات التي صدرت وهذا البيان الذي صدر هو قادم بأمر من إيران بشكل مباشر أم هو قرار مستقل بشكل واضح من هذه الميليشيات لا أحد يعرف هذه التفاصيل تظل الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الموضوع على الهي